أن الله يذكرك وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه اللي هو الملأ الأعلى يعني يذكرك الله سبحانه وتعالى في من عنده فهو خير من يوفيك ربنا سبحانه وتعالى لما يوفي يوفي بما يليق بجلاله وجماله وعظمته سبحانه وتعالى فإن اللي حصل يوفيك بأنه يذكرك في الايه في الملأ الأعلى يبقى أنت لو هتذكره ولو حد عيشوف ذكرك ده ممكن ما يتخيلش النعيم المقيم اللي هيحصل لك هو سبحانه وتعالى اللي هيذكرك يبقى إلا حاصل لو هتذكره وحدك هيذكرك وحدك ليه؟ كثير من الناس يقولوا طب ما ربنا كان يقولي فمن ذكرني في نفسه ذكرته في ملأ لا 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 خالص أصل بعض الناس عايزين يخلوا الزكر بينهم وبين الله حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه حتى لا يعلم أحد ذكره لله سبحانه وتعالى فيخبوا مسابحهم ويذكروا بقلبهم ويذكروا في الخلوة ويذكروا بعيد عن الناس عشان إيه اللي حاصل؟ هذا بيني وبين حبيبي ولذلك إيه اللي حاصل؟ دي مش روتبتين دولة حالين حال واحد بيذكر الله في نفسه لأن دوت من الاتنين دولة منه من الشخص اللي ذكر الله في نفسه ده ده واحد من العينين التي لتمسهم النار رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه آه فدي عين لا تمسها النار يبقى مش لازم يبقى دولة حالتين حالة الزكر منفرداً وفي الخلوة أو في الخلوة وحالة الزكر فين؟ في مجلس ولذلك إلا حاصل إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى مع الناس هيذكرك سبحانه وتعالى في ملائكة الملأة الأعلى طب وبعد كده إلا حاصل تعالوا نشوف الحديث بيأخذنا على فين أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني أيها الحلوة وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي بتعالوا نشوف التدرق إلا حاصل أنا عند ظن عبدي بي فإذا ظنه هذا حمله أن يذكرني أنا سأذكره على كل حال فإذا ذكرني في حال خلوته وحال انفراده ذكرته سبحانه وتعالى على مراده أنا عند ظن عبدي بي يعني أنا مع مراده هو ذكرني في نفسي مش عايز يعرف حد أنه هو بيذكرني خلاص أذكره في نفسي ليه؟ عشان يأكد لك أنا عند ظن عبدي بي آه كده الحديث مفهوم قوي وإذا ذكرني في نفسي في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم آه هو مراده أن كل الأرض وكل السماء تتعطر بذكر الله فكله يجتمع على ذكر الله طيب طب بعد الزكر إيه اللي يحصل يحصل حاجة مهمة قوي قوي إنه لما يذكر إيه اللي حاصل يشتعل الشوق في قلبه فيعمل إيه؟ فيبتدي يتقرب إلى الله وهنا نذكر حديث رسول الله برضو الذي رواه عن رب العزة ما تقرب إلي المتقربون بأحب مما افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يبلعب يتقرب إلى الله بالفرائد والنوافل فإذا فعل عبادة يريد أن يتقرب بها إلى الله فإذا تقرب شبرا وخلاص اهتاج قلبه واشتعل قلبه لما ذكر الله فأحب أن يقبل على الله فأقبل على الله فإذا أقبل على الله ولو بمقدار شبر إيه اللي حاصل يتقرب إليه الله سبحانه وتعالى أقرب منه هنا بقى أنا بحب في هذا الحديث وإذا تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة كل هذا الحديث هو سابتة هذه الأفعال سابتة سابتة أن الله يتقرب ولكن تقرب الله لا علاقة له لا بالمكان ولا بالزمان ما ليش دعوة لا بالمسافة ولا بمدة قطع ده يعني لا ليه دعوة لا بزمن ولا بمسافة أما يعني إيه أما ليه ذكر الزراع وليه ذكر الباع وليه ذكر الهرولة لأنه هو يريد أن يشعر الإنسان بمقدار محبة الله لإيه لإقباله عليه يبقى إيه اللي حاصل يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يقطع مسافات ولا يتحرك حشاء تعالى عن ذلك علوا كبيرة لكن إيه المراد هنا من تقرب إلي إيه وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه زراعا لما يتقرب العبد إلى الله الشبر ده يكشف له عن وسع قرب الله منه ليه بقول لكم كده لأن ما ينفعش نفهم الحديث بما يتعرض مع الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فربنا قريب يبقى إزاي يبقى قريب ويتقرب يبقى قريب ويتقرب بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يكشف له عن قربه ويذوق حلاوة قرب الله سبحانه وتعالى نبقى على القرب ومع قرب الله سبحانه وتعالى ونكمل هذا الحديث الماتع بجماله وروعته ولطيف أسراره